أعزاء الطلبة والطالبات بعد أن وقفنا على مناهج البحث العلمي التي تعد ركيزة أساسية للبحث يطيب لنا أن نقف الآن على أنواع البحث البحث له أنواع عديدة وميادين متعددة ولكننا نختار أهمها كضرب مثال ليتضح المقال أمام الطالب والباحث على حد سواء من هذه الأنواع البحث التاريخي من مقصود بالبحث التاريخي وما أهميته وما أنواعه البحث التاريخي يعرف بأنه نسبة إلى التاريخ وتطلق كلمة التاريخ على الزمن الماضي إذ يقال في التاريخ الماضي في الزمن الماضي فكلمة التاريخ يقصد بها ما مضى من وقت يشتمل على أشياء نحن في حاجة إليها أيضا يعرف التاريخ بأنه فن يبحث فيه عن وقاء الزمان من ناحية تعيين هذا الحدث وتوقيته وموضوعه وموضوع هذا النوع من البحث الإنسان والزمان ومسائله وأحواله المفصلة والمبينة للجزئيات تحت دائرة الأحوال العارضة للإنسان بمعنى أننا إن أردنا أن نربط الأحداث المعاصرة فإنه لا بد لنا دوما أن نعود إلى الماضي فنؤرخ للحادثة أو الظاهرة لنقف من خلالها على الحقائق والأسباب والعلن والمقصود بالبحث التاريخي إذن هو التعرف على الأحداث كما قلنا التعرف على الأحداث والأشخاص وبيئة كل والربط بين الحدث والشخص والبيئة لماذا؟ لاستخلاص النتائج وتعيين العلل والوقوف على الأسباب وتقرير صحة البيانات المتوفرة سواء كانت حادثة أم ظاهرة إنسانية أم طبيعية أو غير ذلك لكن بشرط أن تكون قد حدثت بالفعل فيما مضى من أيام السؤال الذي يطرح نفسه الآن فيما يستخدم البحث التاريخي؟ البحث التاريخي يستخدم في دراسة الظواهر والأحداث والمشكلات والمواقف التي مضى عليها زمن طويل أو قصير ويدرس الظاهرة من خلال نشآتها وتطورها لماذا؟ ليستخلص النتائج من خلال دراسة ويعنى بذلك أنه يستخدم في دراسة التاريخ بمعنى العام والخاص كما يستخدم في دراسات علم الآثار والجيولوجيا والتاريخ البشري أيضا كما نقول وقلنا لنؤكد على أن الأحداث المعاصرة ترتبط ارتباطا وثيقا بتاريخها وماضيها أيضا ما هي أنواع البحث التاريخي؟ إن البحث التاريخي في واقع أمره له أنواع منها بحث تاريخي وصفي إذ إن الباحث يصف فيه الحدث يصف فيه الظاهرة يصف فيه المشكلة من حيث بدايتها وتاريخها ليصل من خلال هذا الوصف إلى النتائج التي تربط بين الحدث وسببه أو بين الظاهرة وعلتها كذلك من أنواع البحث البحث التاريخي التحليلي والتحليلي يختلف عن الوصف إذ إن في الوصف فقط ينقل الحدث من غير أن يتدخل فيه بينما في التحليل يحلل الباحث المشهد أو الظاهرة ليصل من خلال هذا التحليل إلى الربط بين الجزئيات والكليات أو بين الشيء وسببه أو بين الشيء وعلته كذلك بحث تاريخي استردادي وهو نوع من أنواع البحث التاريخي بمعنى أن الباحث يحاول استرداد الأحداث الماضية تابعا لما تركته من آثار في العصر الحديث فالذي ينظر إلى الآثار أو المخلفات الماضية ليكون من خلالها رؤية واضحة هو بذلك يقوم ببحث استردادي تاريخي ما هي المصادر التي يعتمد عليها الباحث في كتابة التاريخ المصادر المعرفية تكمن في الآثار بكل أنواعها من عظام وملابس وأدوات منزلية والبنيات بأنواعها والمقابر وغير ذلك إن هذه الآثار تؤكد على وجود المؤثر وعلى أحداثه والربط بين الماضي والحاضر وكذلك السجلات التاريخية إذ إن الباحث يعود في كتابته التاريخية إلى السجلات المتمثلة في الوثائق والصحف والأحكام القضائية والخطابات والكتابات والعقود والوصايا وخلافها كلها في النهاية تعطي حقائق للباحث كي يربط فيها بين الشيء وأصله والشيء وعلته والشيء وأثره كذلك من بين أنواع البحث ما يسمى بالبحث الأدبي وهذا النوع هو ما يلجأ إليه الباحثون في العلوم الأدبية والشرعية إن البحث الأدبي يعني البحث الدائر في الأدب بكل أنواعه من الشعر والنثل والقصة والرواية وهذا النوع من الأبحاث يتعلق بمشاعر الإنسان ووجدانياته أكثر منه ما يتعلق بالصدق والكذب والصواب والخطأ تلك طبيعة العلم وليست طبيعة الأدب وبهذا نكون قد وقفنا على أنواع البحث وغاياته فإن كنا قد وقفنا على أنواعه فلابدنا أيضا أن نقف على الغاية من وراء تلك المناهج وهو ما سنعرفه في الشرائح التالية